السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن لمحافظة الكاليوبية صفحة 36 من كتاب الأضواء الصف الأول الإعداد اختلق الإجابة الصحيحة إذا كان سالب سين أكبر من 5 فإن سين أصغر من طبعا هنا لما بأسم على عدد سالب هنا أول ما بقوله بالقسم على عدد سالب للطرفين هأسم هنا على سالب 1 وهأسم هنا على سالب 1 هنا السالب هيروح مع السالب 5 على سالب 1 تديني سالب 5 وبعكس إشارة التباين اللي عندي لوكات أكبر بقليبها أصغر لوكات أصغر بقليبها أكبر السؤال اللي بعده إذا كان احتمال نجاح طالب 75% فإن احتمال رسوبه طبعا أنا عندي 75% اللي هي بتلت تربة 75% يعني تلت تربة بقله كام عايزة أنا أصحى من الواحد الصحيح بقله كام عشان يوصل لمية في المية يبقى واحد نقص تلت تربة يديني ربع يحتمال رسوبه بربع لو كتجاب الأرقام أخذ الخمسة وعشرين السؤال اللي بعده جزر 9 زائد 16 بيسوي 3 زائد نقاط طبعا لازم أحل اللي تحت الجزر الأول عندي جامع عندي طرحة عندي قص أي حاجة تحت الجزر أحلها الأول 9 زائد 16 هيقول لي 9 زائد 16 جزر 25 جزر 25 بيسوي 5 هو كاتب لي 3 يبقى أزود على التلاتة كام علشان تديني 5 أتزود 2 شوف السؤال الثاني إذا كانت 2 سن بيسوي 6 فإنها سن بتسوي طبعا أنا عندي قدام سين رقم لازم أخلص من اللي قدام سين لو كان قدامها رقم أو بعديها رقم لازم أتخلص منه أتخلص منه بإيه هو ده مضروب يعني 2 سين يعني 2 مضروبة في سين أخلص منها بالإسمة أقوله بالقسمة على 2 هنا للطرف ده واسم هنا على 2 للطرف الثاني الوقت اللي 2 هتروح مع الاتنين اتبقى لسين لوحدها 6 على 2 هتديني 3 يبقى كمت السين عندي بتلاتة نشوف السؤال اللي بعده سؤال رقم 5 جزر سالب 7 لكل تربيع طبعا لكل تربيع هيشيل السالب لتحت الجزر هيشيل السالب بقت جزر 7 لكل تربيع ليه؟ علشان أي قس زوجي بيشيل السالب طيب الوقت الجزرة هيشيل كمان التربيع الجزر التربيعي لما جاء أشيل الجزر التربيع هشيل معاهد تربيع يتبقى لس 7 السؤال اللي بعده إذا كان سين بتسوي صود يعني إيه سين بتسوي صود يعني أي قيمة سين تاخدها صد تخد يعني أنا عندي لو سين بواحد يبسط بواحد سين باثنين يبسط باثنين سين بتلاتة يبسط بثلات طيب يعني معنى الكلام ده لو هترحهم من بعض هيدوني صفر لو هقسمهم على بعض هيدوني واحد تعال نشوفه وعايز ايه بيقول لي واحد على خمسة الكل قص سين نقص صاد قدي واحد على خمسة زي ما هي الكل قص سين نقص صاد يعني أنا عندي لو خدت قيمة السين باثنين هنقص منها كمان اثنين هيتبقى لي واحد على خمسة الكل قص صفر اتنين نقص اتنين يديني صفر اي حاجة قص صفر بقى بتديني واحد صحيح ما تدينيش خمس يبقى اي حاجة قص صفر تديني واحد صحيح ونشوف السؤال اللي بعده اكمل ما يقتي انا عندي اذا كانت خمسة سين بتساوي خمسة وتلاتين فان اتنين سين زائد واحد بتساوي انا عندي الاتنين سين الخمسة سين بتساوي خمسة وتلاتين لازم اتخلص من اللي جانب سين فعايز القيمة لوحدها أنا عايز القيمة لوحدها طيب أعمل إيه؟ أتخلص من اللي قدامها ده ضرب أتخلص منه بالإسمة أتخلص منه بالإسمة هقسم على خمسة للطرفين هقسم هنا على خمسة وهقسم هنا على خمسة هنا أسمت على خمسة وهنا أسمت على خمسة الخمسة هتروح مع الخمسة إتبقى لي بقت سين لوحدها 35 على الخمسة هتديني 7 على الخمسة في 7 ب35 كده أنا طلعت قيمة الإيه؟ السين أنا طلعت قيمة السين وكامان بعد ما اجيب اتنين سين ازود عليها واحد. تعال ان اجيب اتنين سين. يعني اضرب هاشيل سين وحط قمتها اللي هي السبع. اتنين في سبع. وهجمع عليها الواحد. اتنين في سبع باربعتاشر. وزود عليها واحد يديني خمستاشر. نشوف السؤال اللي بعد. الصورة القياسية للعدد سبعة مليون. السبعة ده قدامها كم صفر قدامها ستة ادي واحد اتنين تلاتة ادي اربعة ادي خمسة ادي ست. علشان احطها في الصورة القياسية احط علامة هنا وعلامة هنا. هتساوي سبع في عشر. الكل قس بقى واعد الاصفار اللي عندي. عندي كم صفر ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى عشر قس ستة. ونشوف السؤال اللي بعد. انا عندي هنا احتمال الحدث المستحيل. الحدث المستحيل صفر. والممكن نصه المؤكد واحد. تلاتة في اتنين قس تلاتة. ناقص عشرين. هننزل التلاتة زي ما هي. لحد ما نحل القس. في اتنين قس تلاتة يعني اتنين في نفسها تلات مرات. اتنين في اتنين في اتنين. اتنين في اتنين باربعة. اتنين في اربعة. اتنين في اربعة. تلاتة في اتنين باربعة. 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 ت تساوي سبعة على اتنين فان اتنين سين على سبعة صد هيتساوي. انا عندي لو عملت هنا المقص اللي اتنين في سين تعال نحلها باعوا بعدين نشوفه وعايز ايه. حصل ضرب الطرفين بيساوي حصل ضرب الوسطين لان دي نسبة. انا عندي تسين في في اتنين بتنين سين بتساوي. السين في سبعة بسبعة سين يعني ايه اتنين سين بتساوي سبعة سين. يعني القممة بينهم دي كلها لما جي اطرحهم من بعض هيدوني صفر. طب لو ازمتهم على بعضها يدوني واحد. ليه? علشان القمة دي كلها اللي اتنين من سين بيساوي القمة دي كلها اللي هي سبعة سين. لما اجي قسمهم يدوني واحد. هل هو كاتب لتنين سين على سبعة سات او? هو عايزها مقسومة. مقسومة يبا تديني واحد صحيح. طب لو كانت طرح تديني صفر. سؤالي اللي بعده اختصر لابسط صورة. جزر تسع على اربع نقص تلاتة على اتنين زائد تلاتة على اتنين لكل قص صفر. تعالى نحلها برا. لا يا مش هتحتاج مكانه ان شاء الله. طب تعالى نجرب كده. جزر التسعة تلاتة. على جزر الاربع اتنين. نقص تلاتة على الاتنين. موجة بواحد. اي حاجة قص صفر بواحد. اي حاجة قص صفر بواحد. هنزل التلاتة على الاتنين. نقص تلاتة على الاتنين. وهخلي الواحد ده بكام? باتنين على الاتنين. اخلي الواحد باتنين على الاتنين. يبقى هنزل التلاتة على الاتنين زي ما هي. نقص تلاتة على الاتنين. موجة بفك يضعون على 3 الوقت التي تديني صفر تهديني صفر 0 Зود على 2 بـ 2 وogo زاد broaden سوف نفسي اللي بعده. اتنشر في اتنين قص اتنين على اربعة وعشرين زي التلاتة قصة اتنين. تعال بقى نحل لها برة. هنا هنزل الاتنشر. هحلل الاسس الاول. ادي اتنشر زي ما هي. في اتنين قصة اتنين يعني اتنين في نفسه مرتين باربعة. على اربعة وعشرين. موجب تلاتة قصة اتنين يعني تلاتة في نفسه مرتين يعني تلاتة في تلاتة. تلاتة في تلاتة بتسعة. ونبدأ نحل من عليمين. جاية ضرب من عليمين اضرب الاول. الاربعة في اتنشر بتمانية واربعين على اربعة وعشرين زائد التسعة اخد التمانية واربعين على الاربعة وعشرين لو ضربت اتنين في اربعة وعشرين هتديني تمانية واربعين يبقى تمانية واربعين على الاربعة وعشرين تديني اتنين موجب تسعة اتنين زائد تسعة تديني احداشر يبقى ناتج بتاعي حداشر ان شاء اللي بعده اوجد مجموعة حل المتبينة اتنين سين ناقص واحد اكبر من خمسة. تعال برضو نحلها. بسم الله. اتنين سين ناقص واحد اكبر من خمسة. هنا سالب خمسة. عايز اخلص من سالب خمسة هضيف موجب خمسة للطرفين. هضيف موجب خمسة للطرف اه موجب واحد للطرفين. انا عايز اخلص من السالب واحد اضيف هنا موجب واحد واضيف هنا موجب واحد. اقول له باضافة موجب واحد للطرفين. ننزل الطرف الاولاني زي ما هو اتنين سين. وهضف له موجب واحد. اكبر من. نزل خمسة زي ما هي. وهضف له كمان موجب واحد. كده العدد ومعكسه العدد وعكس اشارته يديني صفر. بقت اتنين سين اكبر من خمسة واحد يديني ستة. هل السين كده لوحدها? لا برضو مش لوحدها. قدامها اتنين. يبقى هقسم هنا على الاتنين. وهقسم هنا على الاتنين. هقول له بالقسمة على الاتنين للطرفين. هنا الاتنين هتروح مع الاتنين. يبقى سين اكبر من ستة على الاتنين هتديني تلاتة. ودي متبينة. هقول له ميم حاها بتساوي. سين. حيث سين. تنتمي لنون. وسين اكبر من التلاتة. واقف الكوس المجموعة. تعال نشوف السؤال اللي بعد. يبقى هنا سين اكبر من تلاتة. اوجد مجموعة حل المتابقة المعدلة في نون. اتنين سين نقص تلاتة بيساوي اربعة. تعال برضو نحلها بره. ادي اتنين سين نقص تلاتة بيساوي اربعة. بسم الله. هنا هاخد الاتنين اضربها في الكوس. هاخد الاثنين اضربها في الكوس اتنين في سين باثنين سين سالب الاثنين في تلاتة بستة بيساوي اربعة كده انا عايز حلها معادلة. عايز ااخلص من مين? عايز اخلص من سالب ستة عايز ا اخلص من سالب ستة. هضف له موجب ستة للطرفين. هقوله باضافة موجب ستة للطرفين. هناخد الطرف الاولان والنزله زامه هو اتنين سين سالب ستة موجب ستة. غ little الطرف الاول. ونزل الطرف التاني واضيف عليه موجب ستة. كده سالب ستة. وموجب ستة خلاص خلصه مع بعض. اتنين سين بتساوي اربعة وستة هيدينا عشر. هقسم هنا على الاتنين. وهقسم هنا على الاتنين. كده السين خلصت بقت لوحدة. السين هتساوي عشر على الاتنين هتدينا خمسة. هو عايز ايه? عايز مجموعة حل المعادلة في نون. والخمسة موجودة في نون. هقول له ميمها. بتساوي المجموعة خمسة. ونشوف السؤال اللي بعده. ايهما اكبر. سالب 3 قص 12 ام سالب 3 قص 13. تعال هنا اول حاجة بص للأسس. عندي قص زوجي وقص فردي. القص الزوجي هيشيل السالب. هتتبقى لي. 3 قص 12. القص الزوجي بيشيل السالب. بقى 3 قص 12. طب والقص الفردي القص الفردي يسيب السالب يبقى ثلاثة قس 13. من بقى العدد اللي يطلع اكبر القس الموجب ولا القس السالب يعني العدد الموجب ولا العدد السالب طبعا العدد الموجب هو اكبر. عايز تطلع التلاتة قس 12 على الالة الحزبة وتشوفي الناتج وتقارن يعني تعمل خطوة زيادة. طبعا الناتج هيبقى كبير قوي. ممكن اطلعه لك على الالة تلاتة قس 12 بخمسمية واحد وتلاتين الف ربعمية واحد واربعين. لكن سالب تلاتة قس 13 بتساوي سالب مية خمسة تسة اربعة تلاتة اتنين تلاتة. طبعا ده عدد سالب العدد الموجب اكبر من اي عدد سالب. تعني نشوف السؤال اللي بعده. سبع قس ستة في سبع قس سالب اتنين على سبع قس تلاتة. هناخد سبعة واحدة ونجمع الاسس. هنا موجب وجنبه سالب هتبقى مسألة طرحة على طول. مش محتاجة بقى اقول له جنب اسس ده. نحط الموجب سالب جنبها هتتحد معها تديني السالب. هجمع الاسس بقى هتقول له ستة نقص اتنين هتديني سبع قس اربعة على سبع قس تلاتة. يبقى انا عملت ايه? انا حطيت الموجب هنا. بقت ستة موجب سالب. موجب سالب جنبه بعض يتحدوا يتقلبه ايه? سالب. هتبقى ستة نقص اتنين. ستة نقص اتنين. يدينا اربعة على سبعة نقص ايه? سبع قس تلاتة زي ما هي. اخد سبع واحدة واطرح الاسس. اربعة نقص تلاتة الدين واحد. سبع قص واحد بسبع. شوف السؤال الاخير عندنا. صحبة بطاقة عشوائية من ثماني بطاقات مرقمة من واحد الى تماني. اكتب فضاء العينة ثم اجد احتمال حدث الحصول على عدد زوجي وعلى عدد يقبل اسمه على تلات. تعال انحل لها بره اول حاجة هقول له فضاء العينة اللي هو فاء. فضاء العينة فاء بيساوي. واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة وتماني. ده كده فضاء العين. لان هو بقول لي بالطاقة مرقمة من واحد لتماني. كتبنا من واحد لتماني. احتمال ده كده فضاء العينة حدث الحصول على عدد زوجي. تعال انطلع الاعداد الزوجي. عدد زوجي ادي واحد ادي 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 كده ادي 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 تلاتة. ادي اربعة. كده كم واحد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. اربعة اعداد على التمانية. اربع اعداد على التمانية بيساوه نص الاربعة نص التمانية. يبقى اول حاجة احتمال حدث الحدوث على عدد زوجي بنص. حدث الحدوث على عدد يقبل الاسم على التلاتة. تعال انطلع الاعداد اللي تقبل الاسم على التلاتة. واحد اصغر من التلاتة ما يقبلش. اتنين اصغر من التلاتة ما تقبلش. تقبل التلاتة تقبل على التلاتة تديني واحد. اربعة على التلاتة ما فيش حاجة اضربها فيها تدين اربعة. خمسة على التلاتة ما تقبلش. ستة عالتلاتة تدين اتنين. سبعة عالتلاتة ما تنفعش. تماني عالتلاتة برضو ما تنفعش. يبقى عندي كم عدد اتنين. وهم كلهم كام? تماني. عندي احتمالين. وهم كلهم تماني. هاسم على الاتنين فوق وتحت. على الاتنين تدين واحد. تماني على الاتنين تدين اربعة. يبقى ايه? وربعة. كده احنا خلصنا محافظة القليوبية. ان شاء الله الفيديو القادم سنأخذ محافظة الغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته